اهلا بكم ننتقل مباشرة الى الصرح البطرياركي في بكركي للاستماع الى رسالة الفصح التي يوجهها البطرياركو الماروني مربشار ابو طرس الرعي بين الاموات انه ليس هنا لقد قام النسبة اللواتي تابعنا يوسف الرامي ونظرنا القبر وكيف بضع فيه جسد يسوع جئنا صباح الاحد الى القبر بعد استراحة السبت حسب الوصية حاملات الحنوط لتطييب جسده فوجدنا الحجر قد احرج عن القبر دخلنا ولم يجدنا جسد يسوع فاذ برجلين بثياب بيد يقولان لهن لماذا تطلبنا الحي بين الاموات انه ليس هنا لقد قام منذ الفي سنة والمسيحيون يعلنون حقيقة قيامة المسيح التي هي اساس ايمانهم وسخرة رجائهم ومصدر محبتهم يعلنونها للعالم كله بشرى مفرحة ان قيامة المسيح حدث عام دشنا بعدا جديدا للوجود الانساني هذا البعد هو حالة القيامة فينا فيسوع الحي لا يأتي من عالم الاموات بل من عالم الحياة التي ابدعها وهو الكائن الحي حقا وهو نفسه ينبوع كل حياة ألم يقل لمرتا ان القيامة والحياة وأقام بالتالي اخاه العازر من الموت بعد ثلاثة ايام في قيامة يسوع تحققت قفزة نوعية انتولوجية تختص بالكائن في حد ذاته وانفتح بعد جديد في حياتنا على المستوى الفردي نكون فيه باتحاد مع الله بواسطة سر القربان وسائر أسرار الخلاص وبعد آخر على المستوى الجماعي اذ تكون من موت المسيح وقيامته جسده السري الذي هو الكنيسة وهو المسيح الكوني الذي يدخلنا كأفراد وجماعة في شركة اتحاد ومحبة مع الله وفيما بيننا هذا الواقع الجديد الذي أحدثه في العالم المسيح الرب بموته وقيامته تبسط فيه بورس الرسول في رسالته إلى أهل كولوسي حيث كتب وتشكرون بفرح للآب الذي أهلكم للشركة في ميراث القديسين في النور وقد انتزعنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابنه الحبيب الذي لنا فيه الفداء ومغفرة خطايانا والمصالحة مع الله والسلام بدم صليبه إنه واقعنا الجديد فالمسيح قام من بين الأموات باكورة للراقدين فكما أنه في آدم يموت الجميع كذلك في المسيح سيحيى الجميع على ما يؤكد بورس الرسول ولذلك نقول مع الرسول عينه إما أن تكون قيامة المسيح حدثا عاما أو لا تكون وبما أنه بقيامته لم يرجع إلى حياة إنسانية اعتيادية في هذا العالم كذلك نحن بقيامة قلوبنا لحياة جديدة في نظراتها ومسلكها وأفعالها علينا السعي بنعمته إلى عيش جديد يخرجنا من عاداتنا العتيقة ومن تجربة الرجوع إلى الوراء قيامة القلوب هذه في حياة الدنيا هي التي تؤدي بنا إلى القيامة النهائية نفسا وجسدا لمجد السماء أيها الإخوة والأخوات الأحباء الأساقف والكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنون والمؤمنات في لبنان والشرق الأوسط وبلدان الانتشار كلنا مدعوون لعيش هذا الواقع الجديد نتجدد شخصيا ونجدد مؤسساتنا نجدد إداءنا ونهج حياتنا نجدد نظرتنا ورؤيتنا المنفتحة نحو آفاق جديدة نجدد قوانا ومقاصدنا والتجدد يقتضي منا الخروج من ماض وضعنا في نوع من الرتابة التي تفقدنا دينامية العطاء والتحرك الروح القدس الذي وهب لنا بقيامة المسيح من الموت هو دينامية حياتنا يفعل في داخلنا كلمة الإنجيل يحيي نفوسنا بثمار الفداء يقودنا إلى الحقيقة كلها يثبتنا في هويتنا وفقا لحالة كل واحد وواحدة منا ويطلقنا في ضروب رسالتنا وشهادتنا حيثما نحن إن المجمع البطياركي الماروني الذي عقدناه ما بين السنوات 2003 و2006 يذكرنا بعناصر هويتنا المتنوعة ويرسم مساحات رسالتنا في شرقنا وفي عالم الانتشار فهو لا يقف عند حدود الماضي بل يبقى رفيق حياتنا الدائم إلى جانب إرشادين رسوليين الأول للتباوي البابا يحن بولث الثاني رجاء جديد للبنان والثاني لقداسة البابا بنيديكتوس الكنيسة في الشرق الأوسط شركة وشهادة كما أن لنا دفعا جديدا نحو هذا التجدد الدائم من قداسة البابا فرانسيس ونهج البساطة والتواضع وحالة الخروج الدائم نحو الإخوة في حاجاتهم الذي أطلقه قداسته في الكنيسة هذا الواقع الجديد ينادي أيضا رجال السياسة عندنا في لبنان ولسيما أعضاء المجلس النيابي والحكومة لكي ينفتحوا عليه في حياتهم الروحية والأخلاقية وفي ممارسة عملهم السياسي وواجباتهم التشريعية وقراراتهم الإجرائية وقد تكرسوا لخدمة الخير العام الذي منه خير الجميع وخير كل مواطن الواقع الجديد الذي نحتفل به يذكرهم بأن هويتهم السياسية ورسالتهم الوطنية توجبان عليهم تنظيم الحياة العامة في مقتضياتها اليومية ومتفرعاتها وإدارة شؤون الدولة في نشاطها الداخلي إدارة عامة وقضاء ودوائر وأجهزة ورقبة وأمن ومخططات ومشاريع في ميادين الاقتصاد والاجتماع والسياحة والثقافة والإنماء كما وفي نشاط الدولة الخارجي بما يستوجب من علاقات متبادلة مع الدول دبلوماسياً وتجارياً واقتصادياً بمعاهدات واتفاقيات والواقع الجديد يقتضي منهم المحافظة على الدولة وتعزيزها كياناً وشعباً ومؤسسات ولقد عبر الشعب ونقاباته وهيئاته في هذه الأيام عن حاجاتهم المتعددة فإن نطالب بها معهم وفي الوقت عينه نطالب بحماية الدولة ومالها العام وإجراء الإصلاحات اللازمة لتمويل ما يلزم من موجبات وبحماية المؤسسات التربوية والاجتماعية والمصرفية والقطاعات السياحية والسياسية والاقتصادية وكلها تضمن استقرار الدولة وحيويتها وتؤمن فرص العمل للعديد من المواطنين فيجب حل جميع الأمور العالقة لدى المجلس النيابي والحكومة بجدية وبنظرة شاملة حفاظاً على حقوق الجميع وتعزيزاً لمحبة المواطنين لوطنهم ولتوضيد ثقتهم به وبالمؤسؤولين فيه نشكر الله على الحكومة الائتلافية التي تعمل جاهدة على القيام بمسؤولياتها وعلى المجلس النيابي الذي استعاد نشاطه التشريع واليوم يستعد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية جدير وقادر يأتي ناضجاً بنتيجة جلسات الاقتراع التي تبدأ تحت عناية الله الأربعاء المقبل 23 نيسان ويأتي بنتيجة تشاورات الكتل النيابية والأحزاب السياسية وسماع هيئات البلاد الثقافية والاقتصادية والمهنية وسائر فئات الشعب اللبناني إن أنظار العالم ولسيما الدول الصديقة موجهة إلى المجلس النيابي وتأمل بأن يلتزم السادة النواب بواجب الحضور والاقتراع والتشاور بحكم الوكالة الملزمة المعتاط لهم من الشعب لهذه الغاية وبأن يختاروا أفضل رئيس للبلاد تقتضيه الظروف الداخلية والإقليمية والدولية الراهنة ويكون على مستواها وهذا ما نلتمسه بالصلاة من جودة الله وعنايته وفي ضوء الواقع الجديد من حياة البشر الذي أحدثته قيامة المسيح نتوجه إلى إخواننا وأبنائنا وبناتنا أساقف وكهن ورهبانا ورهبات وؤمنين الذين يعيشون مأساة الحرب والعنف والإرهاب في سوريا والعراق ومصر وفلسطين والأراضي المقدسة وفي سواها من البلدان القريبة والباعدة إنهم في صلاتنا وقلبنا وفكرنا ومعهم ومع شعوب هذه البلدان العزيزة علينا نرفع صلاتنا إلى الله من أجل الضحايا البريئة والجرحة ومن أجل العائلات المنكوبة والمهجرة والمشردة على أرض الوطن أو خارجه نناشد المتقاتلين والمتنازعين اتقاء الله وإيقاف دوامة العنف وحل قضاياهم بالحوار والتفاهم والتفاوض ويؤلمنا للغاية سقوط ضحايا بريئة كل يوم هنا وهناك وهناك كما وقال لمن استشهاد الأب اليسوع فرانس منذ أسبوع في حمص والخمسة وخمسين طفلا في إحدى المدارس في دمشق الثلاثاء الماضي إننا نطالب الأسرة الدولية وفي طالعتها الدول المعنية وضع حد لمأساة سوريا على أساس من الحقيقة والعدالة والكف عن مساندة النزاع وتأجيج ناره بإرسال المال والسلاح والدعم لأغراض خاصة سياسية واقتصادية ونلتمس من المسيح المنتصر على الخطيئة والشر والموت أن يمس دمائر المسؤولين ويحرك في قلوبهم المحبة والرحمة بسلام المسيح نحييكم جميعا مقيمين ومنتشرين ونعرب لكم عن أصدق التهاني والتمنيات بالفصح المجيد راشينا لكم نعم الله التي فاضت من ذبيحة الفادي الإلهي وأشعت على العالم أجمع بنور قيامته المسيح قام هاللويا شكرا لأصغر إذن تابعنا رسالة الفصح للبطر ياركي الماروني مارب شارة بطرس الراعي وقال فيها إن السيد المسيح قام من بين الأموات باكورة للراقدين وعلينا السعي للعيش الجديد يخرجنا من عاداتنا العتيقة وتجربة الرجوع إلى الوراء فقيامة القلوب تؤدي بنا إلى القيامة النهائية ونحن مدعوبون لعيش جديد وللتنقية تجدد مؤسساتنا وأدائنا ورؤيتنا وقوانا للخروج من ماضي وضعنا في رتابة وقال إن الواقع الجديد ينادي رجال السياسة في لبنان ولا سيما أعضاء المجلس النيابي والحكومة لكي ينفتحوا عليه في حياتهم وعملهم السياسي وقال البطر ياركي الراعي إن الواقع الجديد يقضي أيضا من النواب المحافظة على الدولة وتعزيزها كيانا وشعبا ومؤسسات عبر الشعب وهو الشعب الذي عبر عن حاجات متعددة وقال نحن نطالب معهم بحماية الدولة ومالها وقال يجب حل جميع الأمور العالقة لدى المجلس والحكومة بجدية ونظرة شاملة حفاظا على حقوق الجميع قال نشكر الله على الحكومة الاتلافية التي تعمل القيام بمسؤوليتها وعلى المجلس النيابي الذي يستعد لانتخاب رئيس جديد الأربعاء وقال على الرئيس أن يأتي نتيجة مشاورات بين الكتل والأحزاب وسائر فئات الشعب فإن انظار العالم موجه إلى مجلس النواب اللبناني وعلى النواب أن يلتزموا بواجب الحضور والاقتراع بحكم الوكالة الملزمة المطاط لهم من الشعب واختيار أفضل رئيس للبلاد الذي تقضيها الظروف الداخلية والإقليمية والدولية الراهنة الصعبة وقال نحن ناشد المقاتلين في سوريا وقف دوامة العنف كذلك في العراق ومصر وفلسطين وسواها من البلدان التي يسقط فيها ضحايا كما طالب الأسرة الدولية بوضع حد لمأساة سوريا وتحديدا بعد مقتل أو استهداف الكاهن في حمص وأيضا استهداف مدرسة في حي مسيحي في دمشق هذا كان كل شيء شكرا للمتابعة